لو الإعلام عايزة تعمل بحيادية يعرض كل اللي عرضناه يعرض الأخبار اللي اتقالت على مدار آخر عشر تيام ويعرض كمان الكلام الرسمي اللي اتقال مبارح من داخل معسكر المنتخب بخصوص إصابة أيمن 10 يعني اللعب انضم وهو مصاب وخلال التدريبات خلال الرابع تيام اللي فاته ما اتمرانش والكشف الطبي من خلال دكتور محمد ابو العلق المصاب ومع ذلك الجهاز الفني للمنتخب ضم اللعب وسافر به إلى كينيا زي ما قلت لو بتدعي الحياد كنت تتكلم على لعيب قدم تقرير طب ان هو مصاب وما انضمش للمنتخب ولو مصاب بيعمل برنامج تأهيل لكن هو في دبي بيعمل سكاي دايفينج ده الحياد عشان كده انا بعايز اتكلم معاك انا عايز اعرف انت اعلامي ولا بتتكلم بصفتك مستشار اعلامي لأحد الاندية ولا بتتكلم بصفة ايه عشان بس اعرف اناقش معاك هذا الامر لان الامر ده اخد بالك بعيد تماما عن فكرة الاهل بيدعم المنتخب بيدم مين لا 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 احنا بنتكلم هنا عن اطار الفيفا والاتحاد الافريقي بينظم اطار العمل ما بين الاندية والمنتخبات بالمناسبة الاهل عنده مهمة وطنية ايضا مع المريخ السوداني يوم 3 ابريل في السودان علي معلول غياب لمدة شهر محمود وحيد غياب له اكتر من مدة شهر او شهر ونص فانت بفيش بديغير ايمن اشرف اللعب لما مصاب والنادي الاهل ارسل اللعب للمنتخب والمنتخب اجرى الكشف الطب عليه لقامه صاب الطبيعي يستبعده لان انا فجأة دلوقتي وفجأة كل المشاهدين بمادة قانونية الناس كلها هتستغرب لما تسمحها وتشوفها لان هنا احنا بنتكلم بقى عن خطأ قانوني فادح قدامكم على الشاشة دي مادة الايحية متعلقة ببرنامج الفيفا للاندية لايحة ملزمة فيفا كلاب برو جرام بنتكلم عن ايه ان اللاعب السليم لو تم استدعاه للمنتخب وتعرض للاصابة وتعرض للاصابة داخل صبوف المنتخب الفيفا بيمنح ردبه لغاية لما يخف للنادي والاتحاد المصري بيتحمل علاج اللاعب طيب لو اللاعب انضم للمنتخب وهو مصاب وتفاقمت اصابته داخل صبوف المنتخب هنا الفيفا بيقولك لا انا غير ملزم بدفع الراتب لللاعب وبالتالي النادي هنا بقى للأسف هو اللي تبع عنده مشكلة بيتحمل راتب لاعب في فترة اصابة وانضم للمنتخب وهو مصاب بل بالعكس كمان الاتحاد الآلي هنا هل هيتحمل قيمة علاج اللاعب لو عايزين نتكلم بحيات بقى انا بتكلمك في امور موضوعية مش بتكلم في امور شخصية فهذا بتتكلم عن برنامج الفيفا في التعامل مع الاندية لعيب زي ايمن اشرف منضم مصاب وهو منضم مصاب لو تفاقمت اصابته ولسه في مشكلة في اصابته هنا الفيفا يقولك لا الكاس دي او لضاية دي خارج عن اطاري حضرتك بقى لما تطلع تتكلم عن اصابة ايمن اشرف وقولي اللي حيادية والوطنية وانت تاريخك في المنتخب معروف يعني الناس كلها عارفة تاريخك في المنتخب قل لي هنا دلوقت الموقف القانوني ده هنعالجه ازاي ايمن اشرف لقدر له اصابته تفاقمت في المنتخب وهو مش هيل عن مباراة بكرة يعني فكرة استدعاءه المباراة كينيا مش مفهومة مش هيل عن مباراة بكرة كنت سيبه معنا دي يتعالج الايلي عنده مباراة مهمة لتقلع عن مباراة مصر و كينيا مباراة المريخ السيداني عندنا اصابتين في هذا المركز عندك لعب كان مصاب وما استدعتوش وحالين هو في دبي المعيار ايه هل حرك لما تلقتك تكلمتك يا يعلامي المفروض المعيار بتاعك بفيه حيادية فمناشة موقف ايمن اشرف زي اللعب التاني ولا لأ انا عايز افهم بس الجزية دي انا عرضتلك مادة قانونية اعتقد ما تسميتش عنها ولا قارتها قبل كده اللعيب دا دلوقتي لما ينضم المنتخب هو مصاب موقفه ايه بالزبط دلوقتي لما الاصابة تتفاقم الفيفا مش هيتحمل الراتب والاتحاد الآلي هنا يكون عمل مشكلة لان هنا الاتحاد المصري في هذه القضية تحديدا يجب ان يفتح تحقيق مع كابت الحسام البدري لان هنا الاتحاد المصري يكون عنده مشكلة ادارية مع النادي الآلي في هذا الشأن وانا هنا بقى بتكلم كايعلمي دي شغلتي بقرق لوائح بقرق قوانين بشوف الفيفا بيقول ايه بشوف الكاف بيقول ايه لانا عندي لك مفاجأة بخصوص الكاف بالمناسبة يعني بشوف الناس بتقول ايه في هذا الشأن